تداعيات الأزمة السورية على أنقرة لم يخرج قط عن محادثات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرض برلين مساعدتها على الحليف التركي لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين تركيا تظهر انفتاحا للاجئين الذين يفرون من سوريا وألمانيا عرضت مساعدة إنسانية لدعم ومساعدة تركيا للتعامل مع هذا الوضع الصعب نحن شركاء في النيتو ونشعر بأننا مسؤولون عن أمن تركيا رغم ذلك الواضح أن الأزمة السورية تحولت إلى عبء ثقيل على الجارة التركية عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى 105 ألف لاجئ وبلغ عددهم الإجمالي 300 ألف لاجئ توري وبالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين هاربوا من بيوتهم فقد بلغ مليونين ونصف المليون وبحسب هذه المعطيات لا يمكننا أن نبقى مكتوف الأيدي ولا بد أن نتحرك لكن التحرك الدولي بحسب أردوغان لا يمكن أن يكون إلا بقرار دولي بما فيها إنشاء منطقة عازلة ويبدو أن أنقرة وصلت إلى طريق مسدود بعدما اصطدمت بحائط المجتمع الدولي الذي لا يزال يدير ظهره لإقامة مثل هذه المناطق في الجوار السوري حسب ما هو مخطط تمتد المنطقة العازلة على طول إقليم هاتاي وبعمق 20 كم داخل الأراضي السورية لتشمل جزءا من محافظة حلب ومساحة واسعة من محافظة إدلب بما في ذلك جسر الشغور وأريحة الغرض المعلن هو منع دخول الجيش السوري إلى قرى إدلب حيث يتحصن المشقون عن النظام السوري بالإضافة إلى توفير مكان آمن للمدنيين الهاربين من مناطق الصراع يدرك شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي أن إقامة منطقة عازلة لأسباب إنسانية سيتطلب التزاما عسكريا قويا ويتضمن أيضا منطقة حضر جوي وربما المخاطرة بمواجهة عسكرية مع الجيش السوري ولا يبدو أن حلف الناتو مستعد في المدى المنظور للقيام بما تمليه عليه تركيا رغم أنه أعد العدة ووضع مخططاته المحتملة